أما قضية العلة والحكمة هذا قال العلماء تعبودية محظة تعبودية محظة وبعض العلماء قالوا بالنسبة لمبارك الإبل قالوا لأنها خلقت من شيطان من شيطان هل هي من نفس جنس العنصر الناري من العلماء يقول نعم من نفس جنس العنصر الناري وبعض العلماء قالوا لا إنما خلقت من شيطان يعني فيها من صفات الشيطان مثل الشرود مثلا تشرد والحقد فيها الإبل فيها الحقد وقال بعض العلماء فإنه خلقت من الشيطان يعني خلقت من المكان الذي خلق منه الشيطان وأيضا قالوا بأن جاء في الحديث على ذروة كل سنة شيطان ولهذا ذكروا مجموعة أحاديث قد تصرح أن تكون لبيان العلة وذكر الحكمة أيضا لكن عموما هذه نصوص شرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم